20 عاماً أنتج النفط فيها تريليونات الدولارات ولم تفلح في بناء دولة حديثة بسبب الفساد والفشل الحكومي هذا هو حال العراق بحسب تقرير لمركز دراسات البحوث الاقتصادية الأمريكي الذي أكد أن العراق فشل بتوظيف الثروة النفطية الهائلة في استثمارات لتطوير البنى التحتية وقطاع التربية والرعاية الصحية وتوفير فرص عمل خارج نطاق القطاع العام التقرير الأمريكي أشار إلى أن نظام الحكم السياسي الذي اتبع في العراق بعد عام 2003 سامح لكيانات سياسية متنفذة باستخدام موارد النفط لخلق شبكات دعم والمحافظة عليها للبقاء بالسلطة وعن جانب المحسوبية تحدث التقرير الأمريكي عن تفشيها في كل مفاصل قطاعات الدولة الأمر الذي أصاب القطاع العام بتخمة موظفين غير كفؤين حيث تضاعفت نسبة الموظفين في القطاع العام ثلاث مرات عما كانت عليه قبل عام 2003 بنفقات تشغل 24% من حجم الناتج المحلي العراقي مؤسسة عراق المستقبل بدورها كشفت أن العراق يعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة حيث يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا عن الموازنة العامة لدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصرفات العالية خبراء اقتصاديون أكدوا وجود ما يقرب من مليونين ونصف المليون موظف في القطاع العام إضافة إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف موظف في الأجهزة الأمنية وهذا يعزز ما قد كشفته اللجنة المالية النيابية سابقا أن عدد الموظفين في القطاع العام يزيد على النسب العالمية بنحو تسعة أضعاف تخمة القطاع العام بالموظفين أوصلته إلى حد الترهل وعدم الانتاجية إضافة إلى تحوله إلى بيئة خصبة للفساد والمحسوبية واستنزاف أموال البلاد